إذن نحن أمام حدث استثنائي ساروخ يطلق من اليمن على يد الحسيين يستغرق من الوقت تقريبا ما يقدر من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة يصل إلى هدفه في وسط إسرائيل تفشل الدفاعات الجوية رغم إطلاق 20 ساروخ اعتراضي من إسرائيل فشلت في اعتراض هذا الساروخ تفاصيل أوفى مع زميل محمد الضعور ما الذي حدث محمد نعم محمد تهديد وعيد إسرائيلي متواصل نتنياهو يهدد بأن كل من يحاول إضرار بإسرائيل سيتلقى ضربة قاسية بالفعل صاروخ يمني وصل إلى إسرائيل بعد فشل 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه وقبل ذلك بلحظات انطلقت سافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل ما دفع السكان إلى المسارعة بالاحتماء وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الصاروخ استهدف مطار بنغوريون شرقة الأبيب وسقط جنوب شرق المطار الحثيون صارعوا بالإعلان عن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل أربعة طواقم إنقاذ تعمل على إخماد حريق في كفار دانييل نتيجة سقوط شظايا الصاروخ من اليمن نوع الصاروخ اليمني هو باليستي وهو لمنظومات الجيش لم تتمكن من اعتراضه حتى وفي طيلة طريقه هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الصاروخ اليمني سقط في منطقة مفتوحة تبعد ستة كيلو مترات عن مطار بنغوريون الإسعاف الإسرائيلي قال بأنه قدم لتسعة أشخاص عمليات جراحية طفيفة في المكان جراء سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي وسط إسرائيل الجيش الإسرائيلي فشلا فشلا ذريعا في اعتراض صاروخ أرض أرض في وسط إسرائيل والذي أطلق من اليمن وسقطت شظايا نحن نتحدث عن هذا الصاروخ الذي تم سقوطه في منطقة موديعين في وسط إسرائيل الصاروخ اليمني وصل إلى تل أبيب بعد أن اخترق كل الدفاعات الجوية الإسرائيلية واندلعت الحرائق نتيجة سقوط هذا الصاروخ الاعتراضي في أرض مفتوحة بالقرب أيضا من مدينة الليد الجيش أطلق عددا كبيرا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على صاروخ اليمن لكنه لم يتمكن من اعتراضه لأن سرعة الصاروخ الذي أطلق من اليمن كانت فائقة وبلغ مسار الصاروخ حوالي ألفي كيلومتر استغرق نحو خمسة عشر دقيقة لقطع المسافة من اليمن إلى إسرائيل ذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية تحقق في سبب تأخر الرصد واعتراض الصاروخ المطلق من اليمن فيما قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت وأن الصاروخ اليمني وصل مشيرا إلى أن عمق الاحتلال أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية سارعت القوات المسلحة اليمنية في إصدار بيان وقالت أنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة ونفذت العملية كما قال الحوثيون بصاروخ باليستي جديد فرض صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات الاحتلال الجوية في اعتراضه والتصدي له تقول أيضا في بيانها أن الصاروخ تقدر مسافته نحو أكثر من ألفين كيلومتر في غضون أحد عشر دقيقة ونصف وصل إلى إسرائيل وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الإسرائيليين حيث توجه أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ الاحتلال جراء هذا الصاروخ ويقول أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا كما يقول لجهود أبطال القوى الصاروخية اليمنية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع الاحتلال ونجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك تقول أيضا أن عوائق الجغرافية والعدوان الأمريكي البريطاني وهذا ما يقوله في بيانه ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي وتقول أن على الاحتلال أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات القادمة ويقول نحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية السابع من أكتوبر المباركة ومنها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليمن بمساندة الشعب الفلسطيني وربما الساعات القادمة تحمل في طياتها المزيد ربما من المفاجآت قد تكون من قبل الجيش الإسرائيلي والرد على هذه العملية أو ربما يواصل الحوثيون إطلاق صواريخهم تجاه إسرائيل الساعات القادمة ستكشف ما الذي سيدور ربما خلال المرحلة القادمة أشكرك محمد الطاو